اشتركوا في القناة وقتلوا فيها الأطفال والنساء ويفجروا المستشفيات والمدارس وهي مستمرة بهذا الشكل الهمجي الذي لا يقبل لا إنسانيا ولا أخلاقيا ولا دينيا ولا بأي عرف ويقانون دولي أو أو محلي لا يقبل هذا الموضوع عموما هذه الحرب مثلما كشفت وجوه السياسة الغربية والأمريكية بخصوص الديمقراطية بخصوص حرية بخصوص حقوق الإنسان صدعوا رؤوسنا طوال عقود كثيرة حديثة عن حقوق الإنسان وعن الديمقراطية والحرية واحتلوا بلدان ومنه ضمنها العراق واحدة من الأسباب التي قالوا عنها أنه لجلب الديمقراطية للعراق والديمقراطية هي حقوق الرأي الآخر هكذا تفهم واحترام الرأي الآخر واحترام الفكر الآخر طيب وعدم المساس بحرية الإنسان وحقوق الإنسان في الحياة هذه جزء هم يتحدثون عن ذلك وتحدثون عن حقوق الحيوان وحقوق الإنسان بطريقة غريبة عجيبة وبالتالي ظهرت هذه الحرب أظهرتهم على حقيقتهم أسقطت كل الأقنع وظهروا مجرد قتل مجرد مجرمين يؤيدون سياسات القتل والذبح وكثير من الأحداث كثيرة ومثلما الحرب على العراق كانت قد كشفتهم وكشفت كذبهم وزيفهم سياسة الكيل بالمكيالين لقضية واحدة ازدواجية بالرؤية والقرار لقضية واحدة متشابهة كشفهم هذا الوضع نتذكر ملجأ العامرية وكيف قامت أمريكا عام 1991 في شباط في 13 شباط عام 1991 بقصف هذا الملجأ وقتلت به يعني ربما ما يقرب من 500 امرأ أو طفل وعوائل كثيرة حرقتهم حرق ماتوا في هذا الملجأ اللي يحتمون بهم من الغارات وكذا ما فعلته وما فعله الكيلان الصهيوني في هذه المستشفى في غزة وغيرها نفس القضية ونفس الإجرام والغرب يؤيد ولا يتحدث عن حقوق الإنسان التي صدعوا رؤوسنا بها أقول مثل ما انكشفت السياسة الغربية وانكشفت وسقطة الأقنع الغربية والأمريكية والناس تتظاهر ضدهم أهل بلادهم يتظاهرون ضدهم ولا يقبلون بهذه السياسة مثل ما يعني انكشف ذلك انكشفت إيران تماما انكشف ما يسمى بمحور المقاومة هؤلاء الذين يدعون أنهم مقاومين إيران وميليشياتها بالعراق وبسورية والحوثيين والحزب الله هؤلاء انكشفوا بشكل واسع جدا جدا كانوا يتحدثون عن فيلق قدس إيران مشكلة فيلق القدس وعدها قوات وسنحرر القدس والكلام وميليشياته هذه للتحرير والحرب تقوم والناس تذبح والدماء تسيل أنهار ولا تتدخل إيران وهذا التسليح كل لمن؟ هذا اللي خافتنا نحن العرب اللي خافت دول الخليج اللي بتزازهم هذه الكذبة الكبيرة ما هذه إسرائيل الآن قصفة قتلة تذبحة تقصف وتذبح أين أنتم؟ يعني وين هذا الكذب الذي كنتم تدعونه؟ هذه قوات اللي يسموها قوات يعني فيلق القدس والميليشيات التي يعدت لتحرير القدس طلعوا لي مظاهرات ناس تأيد شايلة الإسرائيلين صور خامني ومعرف منه ببغداد ومدري وين وناس تظاهر على حدود يمط ريبيل يضحكون على أنفسهم وبالتالي كل الكتابات تقول أنه إيران تواجه معظلة حقيقية في إدارة الأزمة الحالية يعني بغزة وقوف إيران موقف المتفرج والمعلق الرياضي هذا ما يحدث على ما يجري في غزة يسقط كل أقنعتها وفعلا سقطت كل أقنعتها والشعارات التي تصدعت بها رؤوسنا عن تحرير القدس وفيلق القدس ومعرف منه والقوات والتسليح وسلاح المقاومة وحزب الله في لبنان وسلاح المقاومة الذي لا يمس لمن تقاومون يعني متى تقاومون ومن تقاومون يعني من تقاومون لمن هذه الأسلحة هذا سلاح المقاومة لمن؟ تقاوموا الشعوبكم لأنه من ما تريد نظام مثل التقلبة تقاوموهم حتى تقتلوهم مثل ما حدث في ثورة تشرين عام 2017 في بغداد وفي الناصرية وفي الباصرة وفي كل المدن العراقية قتلتوهم بأيدي ميليشياتكم إيران لا تريد توريط نفسها في أي مواجهة يعني تعرف أنها ستكبدها خسائر كبيرة وخسائر ما تستطيع أن تعوضها واثير غضب شعبها وينقلبون على نظامهم وزيلوه فلذلك لا يريدون أن يتدخلون يطلع عندنا مدري منه محلل ما عرف منه لأمو إيران ما عدا حدود مشتركة مع الكيان الصهيوني مع إسرائيل فهي راح تحرك من الحوثيين يضربون السعودية ما هذا الكلام ما هذا الكلام تضحكون على من عيب هذا الكلام معيب أنتو تتحدثون مع شعوب واعية وتفهم المذيع يسأل لهذا المحلل اللي هو تجري في عروق الدماء الإيرانية يقول له شنو علاقة السعودية بالموضوع إحنا إسرائيل دا تكتنى وأطفالنا ونسائنا دا تموت وبيوتنا دا تقدم علينا وانتا تقول لي راح نضرب السعودية شنو علاقة السعودية يقول له الأمو هم حليفين اللي هم الكلام إيران تريد تلعب بلعبة الموازنة في قضية لا تتحمل الموازنة إما أنت مع الباطل أو مع الحق إما مع الأسود أو الأبيض ما بها منطقة وسطة يعني ما تقدر تلزم العصة من النص وانت سياساتك كلها بنيتها على المواجهة والمقاومة ثم لا يعني يعني أنت مع الحق يجب أن أنت تتخذ خطوات وإجراءات واضحة وعملية وعلى الأرض لتنفيذ هذه السياسة للتعبير عن هذه السياسة أنت مو معها لا تكلم لوعد لا تحدثوا هذا الموضوع ولن يقبل منك والشعب ما يقبل من عندك هذا الأمر يعني حقه يعني كل أدوات إيران استخدمت نفس السياسة سياسة المواطلة و واحد يقول يريد أن نوصل معه انتظاهروا واطلعوا مرة أخرى طيب وين الميليشيات وين السلاح المقاومة وين إحنا بس تتفجر إحنا نتشوفونا في القدس يجيبونا واحد اثنين يقعدوهم يقولونا مادري يصوروهم يقولونا على الحدود ذول فالنماذج غريبة عجيبة يقولونا ذول على الحدود وإذا شفناهم على الحدود يعني وتالي وشنو هذا يعني ماذا يعني هذا يضربوهم هنا قذيفة هاون هنا معرف منه ترد عليهم إسرائيل وتسكتهم وهكذا والتحذيرات وخلاص ننتهي الموضوع لا يريدون أن ندخلوا في حرب الذي يتحمل مثل هذه القضية يعرف من البداية أنه داخل في مواجهة وفي حرب حرب ضروس ومهيئ نفسه ومهيئ قاعدته ومهيئ قاعدته ومهيئ قاعدته الجماهيرية ومهي بلدة للدخول في حرب والانتصار فيها أو الخسارة حتى الخسارة فيها المهم نحن ندخل هذه الحرب ما دمنا مع الحق هكذا فهمنا أما شعارات دينية كذابة وبراقة وشعارات عن المقاومة وكلها كذب كلها سقطت سقطت ولا يمكن قبولها والان الناس يعني تعرف صورتكم الحقيقية مثل ما عرفتكم أنتم تقتلون الشعب وتتأمرون على شعوبكم الآن عرفتكم أنتم ترفعون شعارات كاذبة ومخادعة وجاء وقت الامتحان وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان وتمت إهانتكم بكذبكم بادعاءاتكم بالباطل الذي كنتم تدعونه فإلى القدس ومعرف منه وسلاح مقاومة وأحزاب وحزب الله ومدري منهم وحوثيين وموثيين كذبة كبيرة وبالتالي أهل غزة لهم الله يعني ليس لهم سوى الله والله يحفظهم والله ينصرهم والله يقف معاهم ويا رب اجعلها بردا وسلاما عليهم يعني لوحدهم يتحملون كل هذا الضيم وكل هذا القهر وكل هذا البطش وللعالم كل ضدهم حتى الساكتين هم ضدهم هذا واقع الحال حقيقة وما جرى في العراق منذ عام 2003 لحد الآن يتأكد مرة أخرى من قالوا أن العراق ظلم ظلما كبيرا هذه صورة من صور ظلمة وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وأنتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة